على ضفاف الخليج العربي وتحديدا في الكويت بزغ فجر التعليم منذ أكثر من قرن من الزمان بعد أن قام وجهاء الدولة بجمع تبرعات لإنشاء أول مدرسة نظامية في الكويت وسميت بالمدرسة المباركية تلقف هذه الفكرة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي وقام بنقل هذه الفكرة إلى وجهاء أهل الكويت فجمع تبرعات من هنا وهناك بإجمال هذا المبلغ أصبح 77 ألف ربية استطاع من خلال جمع هذا المبلغ ببناء أول مدرسة نظامية في دولة الكويت المدرسة المباركية في بداياتها كانت تعتمد على المنهج البسيط كانوا يدرسون الفقه والتجويد والقرآن الكريم والخط واللغة العربية ويعني الأمور البسيطة لم تغلق المدرسة المباركية أبوابها بعد انتهاء التعليم فيها بل تحولت إلى متحف حي يروي قصة مهد التعليم في الكويت يحتوي متحف تاريخ التعليم على أكثر من قسم قسم للكتب المدرسية والوثائق والمخطوطات التي كانت تدرس في المدرسة المباركية وقسم للكشافة وقسم لتعليم البنات وفيه بعض المعروضات أو بعض الأدوات الكتابية التي تهم تاريخ التعليم في دولة الكويت المدرسة المباركية لم يختصر التعليم فيها على الذكور فقط بل كان للمرأة الكويتية نصيب في فرصة الحصول على العلم سلطان البادي سكاي نيوز عربية الكويت